أقد وكيل أول حضر موت الشيخ عمر بن حبريش على أهمية العمل الجماعي والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي الوصيل الغايات والمطالب العادلة لأبناء حضر موت جميعا جاء ذلك خلال لقاء عدد من الشخصيات والوجهة بوادي وصحراء حضر موت وشدد الوكيل بن حبريش على النائب حضر موت الأرض والإنسان عن كل أطراف الصراع والعضب النواجد على المكتسبات والانتصارات التي تم تحقيقها منذ بداية انطلاق الهبة الشعبية في العام 2013 ومتلاها من أحداث وإنجازات وأقبت مرحلة التحرير لساحة لحضر موت لاستكمال استحقاقات المرحلة المستقبلية